رجلا رجل سجن كاد سيسجن في دين لأبيه هو بر بأبيه بر بأبيه ولكن الدين أبوه مات فلا يريد أن يسجن والده في حياته مات أبوه قال للدائن انقل الدين عليه لما ذهب للقاضي أعطاه القاضي بمهلة فخرج وبعد ثلاثة أشهر القاضي من رأى وجهه رأى فيه الرضا ورأى أنه تحمل الدين برا بأبيه وله ما له ذنب فلما عاد ابتسم قال جمعت الدين قال لم أستطع وأنا جاهز للسجن فأخرج الشيك القاضي وأعطاه الدائن قال أنت قاضي وأنت تسدد عني قال ليس أنا أحد رجال الأعمال قال أسألك بالله قبل ما أقوله انطلعت من عندي وأنا انشغلت بدينك حتى أوفيت حنك ماذا كنت تصنع قال وقتي كله بين صلاة وسلام على رسول الله واستغفار واستغفار لزمت الاستغفار ولزمت الصلاة والسلام على رسول الله كم تستغفر قال أكثر من ثلاثة عشر ألف مرة الله أكبر اسمعي اللي لسانه هذا الذي لسانه رطبا بذكر الله يا أخي يقول أحد المشايخ منه لأظنه الشيخ محمد حسان أنه بنت صغيرة عمرها أربعة عشرة سنة أو خمسة عشرة سنة تقول يا شيخ أني أرى رسول الله فلما سألها عن أوصافه فوصفته لا قال فإذا أوصافها التي ذكرته ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلة ما بعد قراءة قال فإذا هي الأوصاف التي ثبتت بها السنة الله أكبر قالت أني أراه في الأسبوع مرة ومرتين لا إله إلا الله فقال يا بنتي كم تسلين علي فأنزلت عينها ونظرت إليه قالت عشرة آلاف مرة عشرة آلاف مرة في اليوم في اليوم لا إله إلا الله هذا نقلا عن الشيخ محمد حسان سبحانه عفوه وهو حي موجود نعم يعني يا أحبابي نحن نقول لبعضنا بعضنا يا أخوان يذكر كل شيء إلا ربه ويدكر كل شيء إلا نبيه وذكر غير الله والترك الصلاة والسلام على رسول الله هي أحد أسباب الهم إذا كان الذي يدعو الله فيجعل الدعاء كله يكفى همه ويغفر ذنبه ويقضى دينه معنى ذلك إذا أنت نسيت الصلاة والسلام على رسول الله وذكر الله فالهم يسكن صدرك والدين يقطع فرحتك بحياتك ولا ربما ذنوبك تكون فوق رأسك تسقط عليك كالجبل لذا علينا أحبابي في هذا اللقاء بس تذكار صل عليه واجعل من أورادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم وما تلحظ الصلاة الصلاة المكتوبة من أركانها أن تصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية بل إن الصحيح في الصلاة الإبراهيمية أنه يصح للإنسان أن يقولها في التشهد الأول والتشهد الثاني يعني لو أن الإمام أطال في التشهد يقرأ بيتراغي